السلام عليكم سنسميها جابريلا زي وسيكون هذا الفنقس سبب لي مايكوتوكسنس كثيرة لكن أشهرها الدايكسي نايفا لينول وسيكون هذا الفنقس فاكولتاتي في بيروسايت سيكون يوجد على شكل نبتة رومية وسيكون بيروسايت يعني سيعيش بشكل طفيلي على النبتة فما راح يسبب لي بس ديزيز في الهيد لا برضو كمان سيسبب لي في الروت والكراون وحيكون أغلب الأحيان يكون مع الفطريات اللي تنتقل عن طريق التربة where it's found فان حلاقي حينتشر في جميع الأماكن أهم الشي يكون فيه heavy rain وحيحصل قبل وأثناء ازدهر القمح أو في الأماكن اللي تروى فيها حقول القمح symptoms إيش هي الأعراض هنا يقول لي أنه الفيوساريوم head plight في الويد حيكون recognized in the field حيقدر نشوفه في الحقل عن طريق إيش أنه حيكون عندي premature bleaching of one or more infected spikelets in the cereal plants head معناته هنا عن طريق أنه التبييض المبكر لواحد أو أكثر من السنية بلاد المصابة في رأس نبات الحبوب الانفكتد spikelets are visibly apparent on green heads during early milk to hard do stage هذه السنية بلاد المصابة تظهر لي بشكل واضح على الرؤوس الخضراء أثناء الحليب المبكر أو مراحل العجين الصلب include production of greenish pink وكمان spore bearing structure وحيكون partly bleached head or most common حيكون اللي تكون مصبوغة هي الأكثر شيوعا during the wet weather ويمكن تكون بيضة أو يعني occasionally pinkish fluffy fungal growth on infected heads in the field قد يكون هناك نمو فطري مائل للبيض وأحيانا الوردي ورقيق على رؤوس مصابة في الحقل إيش هي infection methods أول شيء إنه تحدث العدوى في الغالب أثناء عملية التخليق إيش هي التخليق اللي هي anthesis هي هذه الانثesis هي عبر عن stage مرحلة يتم فيها تمزق الأنثرات وإلقاء حبوب اللقاح أثناء الإزهار ليش؟ لأن البولين والأنثيرس هيكونوا serve كإيش؟ كقاعدة غذائية للجراثيم النباتي نابتة ثاني شيء الويت heads are suspectable from الانثesis until the soft-dose stage حتكون الرؤوس حقه الويت قابلة للإزالة من مرحلة النطش حتى مرحلة العجينة الطري during the warm temperatures اللي هي من 77 فهرانهايت إلى 86 فهرانهايت وكمان الويت conditions الأعراض حقه البلايت حتكون تتطور من يومين إلى أربعة أيام بعد الإصابة فيسبب لي في النهاية أنه destruction للويت وكمان يخسرني من فايدتها من مفعولها الباثوجين بيولوجي نتكلم بشكل أدق عن الفنغس هذا حيكون وحيكون في الساك نسميه الأسكس وحيعطيني وحيعطيني two stages هو عبارة عن هو هتكون prevalent ميكوتوكسين identified in the cereals around the world هيكون هو السم فطري سائد تم تحديده في الحبوب حول العالم هيكون اللي تسويلي هي الفيسيريوم جرامايني نيريوم هيكون هيكون ينتقل عن طريقة الطعام بشكل طبيعي ويسهل حدوث وبسوة التغيرات البيئية وعادة ما يكون موجود في الحبوب أثناء عمليات ما قبل الحصاد والمعالج والتشفيف والتخزين يعني لو أنا ما سويت له معالجة يعني أحطه تحت حرارة كبيرة أسوي له المانجمنت كونتشول ينتشر بشكل كبير لازم أعرف أنه هذا الميكوتوكسين هيكون يتحمل درجة حرارة كبيرة يعني من 170 إلى 30 350 درجة مئوية معناته لم يتم اكتشاف انخفاض بعد 30 دقيقة عدم معالجة 170 درجة مئوية معناته هذا يخلي ملوث غذاء الشائع في تلوث السموم الفطرية يعني هيكون يعني مو بس قوي لا كمان هيكون مرة منتشر ايش هو المانجمنت ستراتيجيز ايش هي الاشياء اللازم نسويها عشان ما يجيني هذا المرض اول شي الكرب روتيشن الكرب روتيشن معناته تناوب المحاصيل لتقليل تراكم بقايا المحاصيل المصابة استخدم حبوب نظيفة معناته انه لو مثلا السيد هذي حصل لها اقدر اعالجها حعالجها عن طريق الفنكيسايت عن طريق اني احط مثلا بكتيريا معالجة رابع طريقة اللي هي increase seeding rate ايش معناتها معناتها زيادة معدل البذر حتكون تؤدي زيادة معدل البذر الى تقرير الحرث مما يؤدي لفترة ازدهار اكثر اكثر وحتكون اقصر يعني مما يقل من الفترة الزمنية التي تكون من خلالها الرؤوس عرضة للاصابة بعدوى بهذا المرض خامس طريقة اللي هي post harvest management هي ادارة مع بعض الحصاد يعني تقطيع شامل والانتشار المنتظم للقشحقة الحبوب المصابة التي تحلل وتقليل بقاء مساببات الامراض separate storage معناته هنا انه افصل يعني لو انا مثلا عندي حبوب مرة مصابة وحبوب متوسطة الاصابة وحبوب ما هي مصابة ما احطهم كلهم مع بعض كل واحد في section لحاله الكونكلوجين اخر شي هو انه الفيوساريوم head blight بشكل عام هيكون تسببها الفيوساريوم غرماينيريوم موسى الفيوساريوم وغرماينيريوم برضو كمان بس هذي الاكثر شيوعا هذي اللي مرة قامن هي مرض مدمر يصيب القمح والشعير السنيبلات اللي هي سبايكلتز هتكون تظهر السنيبلات المريضة الاعراض التبييض المبكر بعد فترة وجيزة من الاصابة الفانقس produces a mycotoxin نسميه رايكسي نيفا لينول هيكون يشكل تهديد كبير لصحة الحيوانات والبشر والمانجمنت والديزيز مانجمنت هيكون help preventing it in the future هذي المرض يعني قريب اللي اشتغلوا عليه كان زمان برضو موجود بس حين نركزوا عليه بشكل كبير لانه جات فترة برة يعني موهنة فانتشر هذا الشيء وبدأ يتطور بالذات المانجمنت كل يوم بنلاقي مانجمنت جديدة شكرا لإستماعكم موسيقى موسيقى